أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد صورتك أمام الله تعالى في الخلوة تختلف تماما عن صورتك أمامه إذا كنت بين الناس فمن كان يجلس لوحده خاليا فإن هذا الشخص تترتب عليه مسؤوليات تختلف عن الذي يكون لوحده و ستعرض عليه فرص رائعة لا تعرض على الذي كان يجلس مع مجموعة من الناس إذن كيف تتعامل مع الله إذا خلوت به إذا كنت تحصل على كمية معينة من الحسنات مقابل عباداتك فإن نفس هذه العبادات نفس هذه العبادات لو فعلتها في الخلوة لوحدك فستحصل على حسنات أكثر اللهم إلى العبادات التي تجب مع الناس فهذه الواجب فيها أن تؤدى مع الناس مثل صلاة الجماعة للرجال الحج و غيرها أما النوافل فالأفضل أن تكون بالسر عندما تخلو مع الله بينك و بينه فقط والإنسان الذكي يعرف قيمة الخلوة و عليه أن يستغل وجوده لوحده بأعمال معينة لو عملها في غير الخلوة لما حصل على نفس الأجر فإذا كنت لوحدك فاستثمر كل دقيقة لأنه والله نعيش في زمن يكون الإنسان غالب الوقت مع الناس لا يخلو بنفسه إلا قليلا إما يكون بالدراسة أو العمل ثم يرجع إلى الزوجة والمنزل والأولاد أو يخرج مع الأصحاب في الخارج لا يجلس لوحده مدة كثيرة و توجد أشياء يعظم أجرها فعلا بالخلوة مثلا بكاء العبد من خشية الله عموما له أجر فإذا حدث هذا البكاء في الخلوة فسيأذن الله له بأن يدخل تحت ظل عرش الرحمن عندما يكون الدخول تحت هذا العرش أمنية كل واحد مننا يوم القيامة يقول نبي صلى الله عليه و آله و سلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم ذكر منهم و رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كذلك لو تركت المعصية عموما فإنك ترتفع درجة عند الله لكن نفس المعصية لو تركتها و أنت خال لوحدك لرفعك الله درجات أكثر من منا لا يذنب؟ كلنا أصحاب ذنوب و غالبا يكون عند الإنسان قلق من بعض السيئات و الذنوب التي فعلها في السابق فكيف سيقابل بها ربه؟ و هل ستزعجه هذه الذنوب في قبره أم لا؟ طيب ما رأيكم أن نمسحها؟ نمسحها كيف؟ في المستقبل إذا عرضت عليك معصية و أنت لوحدك و تستطيع أن تفعلها حاول حاول قدر المستطاع أن تتركها و سيغفر الله لك ذنوبك الأخرى بل وسيزيدك فوق ذلك رصيدا من عنده فيعطيك أجرا كبيرا قال تعالى في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة و أجر كبير لاحظ أن الله ذكر هذه الآية مباشرة بعد أن وصف النار و كأن مخافة الله بالخلوة هي النجاة من تلك النار فإذا نجوت من النار فأين ستذهب؟ كل الناس سيقول إلى الجنة طبعا إن شاء الله سؤال جنة واحدة فقط ستدخلها؟ لا الذي يخاف ربه لا يحصل على جنة واحدة فقط بل يحصل على جنتين اثنتين الناس عندهم جنة واحدة و هو يملك جنتين اثنتين قال تعالى و لمن خاف مقام ربه جنتان يقول بعض الصالحين كم من معصية كم من معصية في الخفاء منعتني منها هذه الآية و لمن خاف مقام ربه جنتان إذن الخلوة بالله غنيمة ليس كل الناس يحسن التصرف فيها ليس كل الناس يفوز بها والله أنا لا أخفيكم أنا الآن أخشى أن أستمر في ذكر فضل حسن العبادة في الخلوة فتظن أني أبالغ و أنا والله لا أبالغ هذا هو كتاب الله هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء من عندي بيني وبينكم أتدرون أن الإنسان إذا استمر على خشية الله في الخلوة إذا استمر على ذلك أتدري ماذا سيرى أمامه سيرى الله نعم سيرى الله تعالى بجماله وجلاله و صفاته يوم القيامة كما أنه الآن يرى القمر ليلة البتر عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه أجمل وألذ وأحلى شعور يمكن أن يمر عليك في حياتك كلها هو شعور لذة برؤية الله تعالى و لهذا كان النبي صلى الله عليه و آله وسلم يقول في دعائه و أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم أي شيء أحلى من أن يكون الله تعالى الذي لا إله إلا هو متجليا لك قد كشف لك عن الحجاب فينظر العبد إلى الله تعالى نظرة لا مثيل لها كل هذا لأني خشيته بالخلوة نعم طبعا هو الذي حكم بذلك قال تعالى في سورة قاف من خشي الرحمن بالغيب و جاء بقلب منيب أدخلوها بسلام يعني دخلوا الجنة ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة و لدينا مزيد أتدري ما هو المزيد المزيد هو رؤية الله تعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه و عليه وسلم جبريل أخبر النبي علي أستاذ سام أخبره بأنهم يسمون اليوم الذي يرى فيه الخلق ربهم يسمونه يوم المزيد هل لاحظت معي كيف أن الجزاء من جنس العمل لاحظ لما ترك العبد المعصية أثناء الخلوة لأن الله تعالى ينظر إلي ترك المعصية أثناء الخلوة لأن الله ينظر إلي أعطى الله تعالى العبد يوم القيامة النظر إلي و من حسن تعاملك مع الله تعالى إذا خلوت به أن تستشعر المحبة أنك تحبه لأن المحب دائما يريد أن يخلو بمحبوبه فيكلمه و يشتكي إليه قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث و الأسرار قال لم ألقى في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسعار حاول أن تكلم ربك في الخلوة و أن تتعبده لوحدك حبا و رجاء و هيبة هذا الشعور هو طعم السعادة التي لم يذقها كثير من الناس يقول داود الطائي و الله لو لا العبادة التي في الليل لما أحببت البقاء في دنياكم هذه و يقول آخر و الله إني لتمر بي أوقات أقول إذا كان أهل الجنة يحسون بالذي أحس به الآن إذن هم بخير أحيانا يسجد الإنسان سجدة طويلة يكلم فيها ربه يتكلم يتكلم و لا يشعر بطولها من أحلى الدمعات والله دمعة الخلوة و لا يعرف معنى هذا الكلام إلا الذي ذاقه فهنيئا لمن كان بينه و بين ربه حب و عبادة و ركعات في الخلوة لأن الله تعالى يعد لهؤلاء مفاجأ يوم القيامة لم يكشف عنها سبحانه قال تعالى عن الذين يتعبدون بالخلوة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أعد لهم مفاجأة لكن ما هي هذه المفاجأة الله أعلم هو قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم لا تعلم يعني لا تعلم لكني متأكد بأنها مفاجأة جميلة و رائعة لأنه سبحانه جميل و يحب الجمال اختياراته دائما تكون جميلة مثل سبحانه هو عودنا على ذلك و انظروا كيف أن أهل الخلوة أخفوا عباداتهم في الدنيا فأخفى الله جزاءهم الذي سيكون في الآخرة جزاء من جنس العمل زيادة في التشويق و السعادة و أهل المحبة الذين طالما تعبدوا الله بالخلوة ينتظرون هذه المفاجأة على أحرم الجمر لأنهم يعلمون أن الله سيفرح بإعطائها لهم و هم يحبون أن يفرح ربهم سبحانه و يحبون الشيء الذي يحبه هو سبحانه باختصار استغل هذه الخلوة قدر المستطاع إياك أن تكون أول الخاسرين بالخلوة إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم الخلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه له سبحانه هو أن يعصره انتبه لا يكون الله في قلبك هو أهوى من ينظر إليك فإنه عزيز سبحانه يستحي منا فمن باب أولى أن نستحي نحن منه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معصيتك و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك و من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا نلتقي إن شاء الله